البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه فالمسلم لما يترك الطعام والشراب ويترك ما تشتهي نفسه في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس فإنه يعود نفسه على أن يخالف نفسه لأن هذه النفس التي بين جنبين هي أعداء أعدائنا كما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام في صورة يوسف ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحب ربي أي أن النفس من طبيعتها أنها أمارة بالسوء أي أنها كثيرة الأمر بالسوء كثيرة الأمر بالفاحشة ولكن الإسلام علمنا وفرض علينا وكتب علينا وأوجب علينا أن نصوم شهر رمضان لنجاهد به أنفسنا لنخالفها وكما قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جَاهَدُوا فِيْنَا أي جَاهَدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أي أن القصد من الصيام أن نخالف فيه أنفسنا أن نحسن فيه أخلاقنا أن نحاول أن نحافظ فيه على الطاعات الذي لا يصلي يحاول أن يقيم الصلاة ويداوم عليها والتاجر كذلك يحاول أن يخفف من الأسعار حتى يكون رحيماً بالمواطنين بإخوانه لأن هذا الشهر هو شهر الرحمة شهر يتجل الله تبارك وتعالى فيه على عباده ويغفر لهم الذنوب وفيه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لما وقفوا في هذا الحديث قالوا هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان تفتح ولم يقل تفتح أي أن أبواب الجنة تفتح أي تفتح بإحكام وتفتح بإطلاق أي أنها تفتح على مصرعيها وتغلق فيه أبواب النار أي أن أبواب النار في هذا الشهر تغلق تغلق وتوصد